أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء الذي أطلقه التلفزيون الروسي الدولي لاختيار الشخصية العربية الأبرز خلال العام 2020 الحالي تقدم جلالة الملك عبد الله الثاني في المركز الأول كأبرز شخصية لهذا العام وضمت قائمة الشخصيات ملوكاً وأمراء ورؤساء وشخصيات سياسية عربية بارزة أثرت في مجريات العام المنتهي ومن المعلوم أن هناك أكثر من 12 مليون مشارك قاموا بالتصويت حتى اللحظة ولفتت قناة RT الناطقة بالعربية أن التصويت سينتهي في منتصف ليلة 31 من كانون الأول على أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية الساعة الثانية عشر ظهر الأول من كانون الثاني 2021